اكيد نرمي مع ما طبعنا المادة التالية للمزيد حول المعرض التخرج السنوي لعام 2019 لطلبة المعهد التقني لالفنون التطبيقية بسنة الرحب بمدير المعهد الأستاذ وضاحة سلامة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أول شيء بالبداية أكيد بدنا نبارك لكل الخرجين لهذا العام وبدنا نروح شوية كنا عم نحضر المادة للصابقة عم نشوف كيف كانت أجواء الامتحانات أو المعرض إذا بنا نقول معرض التخرج خلينا نحكي بداية عن عدد المشاركين فيه والعنوان الأساسي اللي حملوا هذا السنة لأننا دائما في عنا سنويا في عنا معرض تخرج لخارجينا دراستنا سنتين لأنه الطالب يتخرج بعد السنة الثانية كان عدد المشاركين بحدود الـ 45 طالب تقريبا وعدد الأعمال المشاركة تقريبا 170 عمل مختلفة بين خزاف ونحت وخط عربي وتصوير ضوئي ورسم كاني أستاذ وضحمة ما لاحظنا في عدد كبير من المشاركين بالمعرض يمكن كل حدا عبر عن حالته كل فنان الرسم اللي بيحس فيه سمعنا من خلال تقلوبات مزاج سمعنا طبيعة حلوة وأيضا عدة أمور دائما الطلاب بحالة شغف وطوق لتقديم الأفضل كيف كانت المشاركة؟ المشاركة كانت رائعة نحن هذا التمييز والتنوع اللي كان بين الطلاب هو سببه أنه نحن دائما بالسنة الثانية فيه شيء اسمه أفام روجي بالتقديم للمشروع التخرج بيطرحوا مشاريعهم وأفكارهم على الكادر التدريسي الموجود بالأقسام وبيتناقش الموضوع بيضل تقريبا شيء شهر وشهر ونصف مناقشات لحتى لي يستقروا على فكرة بتلاحظي صار فيه تنوع لأنه كل طالب بيصير بيدور على فكر خاص فيه لهيك بتشوف فيه مزاجية خاصة وبتشوف فيه أعمال متنوعة مختلفة بكل فروحاتها هذا الشيء اللي عطى غنى للمعرض وعطاه شيء كتير مميز والسني كان كتير مرتب يعني لدرجة أنه وجوده بالقلعة بقاة العرش هذا المكان الجميل الأسري والمساحة الواسعة وطريقة العرض اللي كانت موجودة طبعا بمساعدة كل الكادر الموجود بمعهدنا عطى هذا الانطباع الجميل للمعرض طبعا كده يعني كده يعني كده نحكي يمكن مدة الدراسة فيه للمعهد سنتين خلنا نحكي اليوم حضرتك مدير للمعهد كيف لقيت سوية الأعمال المقدمة في هيك أعمال لفتيتك كان فيها بصمة مميزة فكرة مميزة اليوم أكيد طبعا نحنا دائما فينا نقول شغلي معهدنا هو معهد اسمه معهد تقاني لفنون تطبيقية نحنا مهمتنا بالمعهد نعلم الطالب تقنية التنفيذ ولكن نحنا الكادر الموجود هو الكادر أكاديمي خريج كليد فنون جميلة بخلال دراساتنا ومتابعتنا خلال السنوات صاروا الأساسة يدخلوا شوي شي بفكرة طالب بثقافة الطالب الفنية لقينا أنه صار يرتفع المستوى أنه هو يطالب المعهد تقاني لفنون تطبيقية صار بيبتلك الأدوات صاح بيقدر ينفذ عمله صاح بالإضافة شوي كذب ثقافة فنية جميلة صار ممكن ينتج عمل مميز لهيك بتلاحظي أنا بالنسبة لإلي كمتابع وكمدير وكاستاذ بنفس المعهد بلاحظ أنه في عنا حالات إبداعية جميلة جدا بمعهدنا بكل اختصاصات بلاحظي أنه في شي خلاق دائما بجوز يمكن طبيعة البلد تبعنا سوريا هي دائما في حالة إبداع لهيك بتلاقي أنه دائما بتطلع عنا شي مدعين أنا لاحظت فيه كثير شي مميز خليني يقول فيه نسبة خمسين مئة من الخريجين طلابنا ممكن يفوتوا على حركة تشكيلية وبقول صحيح يعني دائما الإبداع هو موجود خلينهم الموهبة موجودة ولكن تسقل الموهبة بيه بس نعطيهم دروس هيكي لتكون يمكن تقوي عندهم هيدا الروح والموهبة لنفوت بأروقة المعهد معهد الفنون التطبيقية ونحكي أكثر عنه وعن اختصاصات المعهد الموجودة وكل حدا مثلا ممكن يلاقي حاله بموضع معين أحيانا ممكن يختار شي بعدين ينتقله شي تاني خلينا نحكي كمان عن هذا الموضع نحن مشان نكون تعريف للمعهد التقاليف الفنون التطبيقية هو معهد موجود بقلعة دماشق طلاب بينقمل جميع الثانويات بكل أنواعها في إلى مسابقة مثل مسابقة تكليد الفنون الجميلة طبعا الطالب عنا بيقدم مسابقة وبيحط رغبة هو بيحط الرغبة عنا أربع اختصاصات موجودين أساسيات هدول بمعهدنا هنا النحط والخزاف والتصوير الضوئي والخط العربي وفي مرادف لألون هو الرسم يأخذ بخلال السنوات التنتيني اللي بنعطه لكل الطلاب الطالب بيحط رغبة لقبوله وبيفوت على المعهد طبعا أحيانا منلاقي هاي القصة أنه نحنا في طالب مثلا ما عجبوا قسم النحط بداية دراسته نعطيه فرصة نحنا ولو اسبوعين ثلاثة لحتى اللي يصير في استقرار الاختيار الاختصاص خلال التدريس عاد نحنا بيتجهو الطلاب لأقسامهم وبيبلش دراسة أكاديمية دقيقة بمنهاج وخطة درسية موضوعة بشكل دقيق طبعا مدروس من خلال وزارة تعليم العالي ومتابعة من خلال وزارة الثقافة بيصير عاد في دراسة لهذا لكل اختصاص باختصاصه والطالب بيدرس سنتين بمواد اللي بتدخل بتقنية الاختصاص بعد سنتين بيقدم عاد مشروع تخرجه وبيتخرج فيه طبعا إذا بنفوت تفاصيل الاختصاص في مواد تدرس في منهجية في مواد طبعا المعهد مكفل بكل لأنه له ميزانية خاصة معهد نام مكفل بكل مواد الطلاب يعني بيجيب كل مواد الطلاب الطالب ما بيتكلف بشي ممكن هي عملية نرمين كتير يعني بتساعد وخاصة مثلا الأدوات ما نابل الإسعار القليلة يعني نحنا مواد نام بتكهلها في المعهد وبيقدمها للطالب بكل اختصاصات الموجودة عندنا يعني عم نحكي عن امتياز كتير حلو هلأ سالي نحنا يمكن على بواب رح نخلص الدورة التكميلية في طلاب الجداد اليوم حابين يسجلوا كيف هي آلية التسجيل أو آلية القبول بالمعهد؟ نحنا معهدنا بيبلش تسجيل بعد تصدر المفاضلة العامة بيبلش عد التقديم على التسجيل بيجي طالب على معهدنا بيسجيل بياخد بطاقة للمسابقة بتحدد المسابقة بالمفاضلة بيستطلع المفاضلة العامة بتحدد موعد المسابقة يعني فينا نقول يمكن هي بتجي بالشهر التاسع تقريباً بأول وبنصو تقريباً بتجي مسابقتنا بده يقدم على المسابقة ونحنا في لجنة تحكيم بتحكم المسابقة هي رسم رسم بقلم رصاص بيكون محطوط موضوع خاص للرسم للمسابقة بتحكم في لجنة تحكيم بتحكم العلامات وفي شيء بينجح وفي شيء ما بينجح أكيد لأنه في ناس ما أنا موهوبين لأنه لازم يكون في موهي بذلك الموضوع أكيد وبنرفع للأسماع المقبولة بعد المفاضلة النهائية نعم هكذا يتم عملية التسجيل بالمعهد طب واختيار الأقسام كيف يتم بعدين؟ بأثناء التسجيل أثناء التسجيل بيكون طالب بيسجل رغواته نحنا نعطيه ورقة ببطاقة التسجيل نسجل عليها الإختصاصات الأربعة هو بيحط بالترتيب شو بده بيحط مثلا إذا بده أول شي نحت تصوير خط عربي خزف بيحطهن هو بالترتيب عاد نحنا بس تجي لعنى الأسماء المقبولة لازم نعمل توازنات بالأقسام الأربعة يعني لازم يكون في توازن بعدد الطلاب أكيد دائما طبيعة المكان اللي نتواجد فيه أو اللي موجود فيه هو قلعة دمشق كمان من وحي هذا المكان منشوف في حالة من الإبداع في حالة من الشغف لأنه يجو لهذا المكان هنن مو جايين بس ليتعلمون هنن جايين ع قلعة دمشق بالنهاية أكيد 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 وضمن قلعة دمشق عم بتم تفريغ الطاقات الخلاقة والمواهب الجميلة لأي مدى تأثير المكان بأثر على الطلاب كمان خلينا نحكي باتجاه النفسي أكيد أنا بس بدي أكد على شغلي هي قلعة دمشق هي امتداد للدمشق القديمي كلنا نعرض في دمشق القديمي وشو أثره النفسي علينا يعني إذا تمشي بشوارج دمشق القديمي الحالة كنت تحسين فيه سحر نعم عشان مما تفوت على قلعة دمشق وتشوفي التاريخ رائع جداً لبلدنا وشوفي الحجر الحاله يحكي صحيح هذا الإحساس بيعطي طابعة خاصة وخاصة للفنانين يعني أنا بقول هو المكان اللي محطوط فيه المعهد كثير مهم لأنه بيولد طاقة إبداع فنية يعني هذا شيء كثير مؤثر كثير يعطي لطلابنا حميمية بالمكان يعطيون أنه دائماً عم يداوموا بطلاق يوم ما بيضربوا يعني مثلاً أنه لازم يجوا كل يوم لازم يداوموا كل يوم حتى بعد ما يتخرجوا بطلاق يوم دائماً عم يزورونا ما عم يقدروا يتركوا المكان نتيجة أنه هذا المكان كثير فيه سحر وهو بالأخير مقول شامنا كلاهاتها بنعرف قدها هي جميلة يعني لما نحكي عن طبيعة هذا المعهد حكينا عن سحر المكان سالي قداش بيأثر على الطلاب خلاني نحكي كمان عن هيك نوعية من الدراسة إذا بدأ قول قداش بيكون فيها تفاعل مع المدرس حتى بتصير حتى علاقة صداقة طبيعة كيف بتكون اليوم بالمعهد بين الطالب وبين المدرس أنا ما بخير فيك هو عدد طلابنا القليل نحنا بكل قسم ما بيجاوز العشرة طلاب أو الكادر التدريسي بكل قسم لا يقل عن خمس أسازي موجود برئيس قسم وأسازي المدرسين هذا الشي العدد متقارب يعني فيه علاقة بتحسي انه كل بيعرف بعضه بصيروا عائلة وحدة خلال سنتين بكل قسم بصيروا زملاء يعني بالأخير هو بس يتخرج من هذا المعهد بصير زميل طالبنا بصير زميل لألنا بيشتغل معنا بصير بالحركة التشكيلية إذا شارك معنا بملتقى شارك معنا بمعرض صار زميل بالأخير يعني هاي العلاقة خلال سنتين تربط كصداقة كأخوة ودائما الكادر أنا لازم أشكر الكادر التدريسي والكادر الإداري المؤمن بالمعهد اللي قائمين على هذا الشي لأنه فعلا بتحس في نموزج من العدد هيك المصغر الجميل للعائلة يعني أول شغلة بنقول أنه نحنا بنفتخر بطلابنا بنفتخر بالكوادر الموجودة رغم الظروف عفواني اللي مرينا فيها على قلبك رغم الظروف اللي مرينا فيها نحنا بنفتخر أنه نحنا لستاتنا موجودين وعم نقدم والدليل أنه مبارح كان في حفل تخرج سنوي كل التوفيق وكل الحب لألكون وأنا نتمنى لكم أيضا تكبر مشاريعكم أكتر وأكتر شكرا كتير لألكون شكرا كتير يعني دائما نحنا نراهن على التميز والإبداع السوري وعلى شبابنا وطاقاتهم المتجدد نشكرك كتير الأستاذة وضاح سلامة مدير المعهد التقاني للفنون التطبيقية شكرا كتير لألكون شكرا كتير على إصداطي الله